وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخاطب حجاجنا الميامين على صفحتها الرسمية بفيسبوك بالعامية الدارجة بدل الفصحة أثارت خطوة الكتابة في الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على الفيسبوك بالعامية الدارجة بدل الفصحة حفيظة الشيخ الحسن بن عليك الثاني الذي كتب مستغرباً وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تكتب على صفحتها الرسمية بالعامية الدارجة بدل العربية السليمة وأضاف رئيس رابطة علماء المغرب العربي في حسابه على فيسبوك هذا أمر قبيح والاعتذار بأنها تخاطب العامة ليس بعدر فكل من يستطيع القراءة فهو يفهم العربية الفصحى الرسالة التي نشرت وزارة الأوقاف جاء فيها أخي الحاج أختي الحاجة وانتم كتوجدوا راسكم باش تمشي وتأديوا فريدة الحج ولما تكونوا كتجموا حويجكم حاولوا تديرهم في حقيبة صحيحة باش ما تقطعش ليكم وعندكم تهزو فيها الأشياء الممنوعة بحال السكين والبوتة الصغيرة والمقص والمواد الغدائية الطائبة وغيرها وديروا في بالكم أن الوزن المسموح به هو السور 40 كيلو لكل حاج موزع على حقيبتين متعداج كل وحدة 23 كيلو وضرورة تلسقوصورتكم الشخصية في البارج الخاص بالحقائب وتكتبوسميتكم ورقم الهاتف ديالكم بشكل واضح باش ما يضيعوش ليكم ولازدوشي علامة ميز ليكم حويجكم غادي تسهلوا عليكم وتعليقا على ذلك كتب إبراهيم بأ عيوشة مابين قوسين نردين عيوش صفحة وزارة الأوقاف الشؤول الإسلامية ما هذا يا هذا؟ آل أحمد التوفيق والرسالة موجة لحجاجنا الميامين ترجمة نانسي قنقر